الدهون التولاتية التوم على أعشاب تعمل خفض الدهون التولاتية بشكل فعال ومجرب التوم هو واحد من كنوز الطبيعة فالعديد من الدراسات بيّنت أن السلاك فاص واحد فقط من التوم يومياً يساعد على خفض الدهون التولاتية حيث يساعد التوم على تقليل إفراز الدهون التولاتية من الكبد إلى الدم بالإضافة إلى وجود خصائص مضادة للتهابات ومضادة للتخطر كما أنه يساعد الخفض لنسبة الكوليسيرول بذور الكتان تعتبر من ضمن طرق علاج الدهون التولاتية وذلك لأن المادة الهلامية التي تحتوي عليها البذور أثبتت مذافع عليتها الرائعة في خفض معدل الدهون التولاتية وذلك من خلال إضافة ملعقة من مسحوق البذور إلى كوم من الماء الدافئ مع التقليب وتناول كوف الصباح وكوف المساء من المعروف أن القروف ليحتوي على المكونات النشطة مثل مضادات الأكساذ والمطهرات ومواد التخدير والمواد المضادة للتهابات وهو علاج منزل شعب الالتهاب المفاصل وألام العضلات وله خصائص مضادة للدهون التولاتية ومحاربة ارتفاع الكوليسيرول في الدم يحتوي الكوركم على مادة الكركمين هذه المادة تساعد لخفض معدل الدهون التولاتية في الجسم وذلك من خلال إضافة ملعقة صغيرة من الكوركم في كوم من الماء الدافئ وشربها قبل وجبات الطعام كما ينصح بإدخاله ضمن الحمية الغذائية لما له من فوائد متعددة على الجسم فضلا عن كونه يسهم في خفض الدهون أوراق الشاي الأخضر تحتوي على مضادة الأكساد الطبيعية التي تساعد لتقليل الدهون التولاتية فتناول مشروب الشاي الأخضر مع اتباع نظام غذاء مناسب وممارسة بعض التمارير الرياضية سيساعدك على خفض الدهون التولاتية بسهولة كما أن الأحماض الدهني الموجودة في الشاي الأخضر صحية للقلب وتساعد لخفض الدهون التولاتية والكوليسيرول البردقوش هو نبات آخر يوصى به لإلاج ارتفاع الدهون التولاتية وذلك بفضل احتوائي على أحماض الأوميغا 3 كما أن له خصائص أخرى مضادة للجراتيم ومضادة للأكساد ومضادة لأمراض عديدة مثل مرض السكر والسرطان نبات الغار يخفض مستويث الدهون في الدماء والسخدامه بشكل منتظم يقضي على المستويث العالية من الدهون التولاتية كما يحتوي هذا النبات على مكونات فعالة تزيد من نسبة الكوليسيرول الجيد في الدماء مع تقليل مستويث الكوليسيرول الطار البقدونس من أبرز أنواع العشاب الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في إلاج الدهون التولاتية وذلك بسبب احتوائي على بعض المكونات التي تقلل من نسبتها في الدماء وذلك من خلال تناولكم المشروب البقدونس الساخن مع إضافة ملعقة من عصير الليمون وذلك قبل تناول وجبات الطعام الزنجبيل من الآشاب الطبيعية التي تساعد في إدابة الدهون المتركمة وذلك يعمل زيادة مؤدى لحرق الصورات الحرارية للحد من تركمها على هيئة الدهون التولاتية وطريقة الاستخدام تكون من خلال تناولكم من مشروب الزنجبيل الساخن يومياً قبل تناول وجبات الطعام للحد من تركم الدهون التولاتية وخفض مؤدى الكوليسيرول في الدماء